نشوى مصطفى تهاجم ميار الببلاوي بسبب الرقصة دينا ومسلسلات رمضان اعرف الكواليس هاجمت ميار الببلاوي الرقصة دينا بسبب تصريحاتها الاخيرة حول عدم تأجيل مسلسلات رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا وكتبت ميار عبر صفحتي على فيسبوك بجد مقدرين تضحياتكم الفضيعة في سبيل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر انكم مصممين تضيعوه علينا كأن رمضانكم غير رمضاننا استغفروا الله واضافت رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي اغضب ربنا علينا العمر اتمنعت والازان والمساجد اتقفلت رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم حتى لو اصحابي هزعلوا مني بس ربنا بيقولكوا سيبوا رمضان لأهل رمضان اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء مين معايا يا جماعة لترد نشوة مصطفى عليها ودي زميلة ممثلة ومش معتزلة على فكرة لان قريب كانت بتمثل عادي والاخت مش عارفة انه حرام تغتاب زميلة لها وحتى صورتها وما تعرفش مين اقرب لله هي والذينة وما تعرفش ان العبرة بخواتيم الاعمال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ايه ده هو انت يا ميار اعتزلت التمثيل اصلك لحد قريب كنت عارفة انك بتمثلي عادي حتى لو في رمضان وبعدين الممثلين يضيعوا عليك رمضان ليه واضفت انت عقلة وبلغة وبعدين يا ست اجتهدي وقوم زميلك الشياطين اللي بيلهوكي عن عباداتك علشان الجهاد سوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زميلك الاشرار يا ميار حرام تستعد الناس على زميلك وتقولي للناس مين معايا عيب والله ده انت كلتي معاهم عيشوا ملح ادعي بالهداية لكن غبة ونميمة لا كوني قدوة وسيبك من لم اللايكات وادعي ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك زنوبك غفر الله لنا ولكي وتابعت على فكرة شيلي صور الدين عشان حرام عليك ده بيسمى في الاسلام غيبة لانها ما تعرفش انك حتى صورتها وبعدين اتقي مقر الله يا ميار ان مقر الله شديد لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكانت الفنانة دينا نشرت صورة وفيديو بعد انتهائها من تصوير احد الاعمال الدرامية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل وظهرت دينا بالكمامة وعلقت مضطرين ننزل نصور عشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات ومطهرات وخلصت التصوير ورجعت على البيت على طول ونشرت دينا فيديو قالت فيه رجع من تصوير وان شاء الله كل حاجة تعدي على خير اشتركوا في القناة